تمكن العلماء مؤخرا من فك رموز أقدم خريطة في العالم التي يعتقدون أنها توفر أدلة على موقع سفينة نوح هذه الخريطة البالغ عمرها 3000 عام حيرت علماء الآثار لقرون قبل أن يتمكن الخبراء مؤخرا من كشف معناها وفقا لتقرير نشره موقع نيويورك بوست بدأت قصة هذه الخريطة الأثرية في الشرق الأوسط حيث اكتشفت قبل أن ينتهي بها المطاف في المتحف البريطاني عام 1882 منذ ذلك الحين سعى الخبراء لفك رموز الخريطة المحفورة على هذه القطعة الأثرية الخريطة الحجرية المعروفة باسم إماغو موندي تحتوي على عدة فقرات من الكتابة المسمارية التي تصف خلق الأرض وما يتجاوزها تظهر بلاد ما بين النهرين القديمة المعروفة حاليا بالعراق محاطة بنهر المر وهو حلقة مزدوجة تحدد حدود العالم البابلي المعروف بعد أكثر من شهر من تحليل الرموز يعتقد الباحثون أن الخريطة تحتوي على إشارات واضحة إلى قصص الكتاب المقدس يعتقد أن ظهر القطعة الأثرية يعمل كمفتاح سري يوضح الطريق الذي يجب أن يسلكه المسافرون وما يجب البحث عنه في الطريق تتحدث أحد المقاطع عن المسافرين الذين يجب أن يقطعوا سبعة فراسخ ليروا شيئا سميكا مثل سفينة بارسكتو كلمة بارسكتو تساعد في توضيح حجم السفينة اللازمة للنجاة من الطوفان العظيم وفقا لنصوص بابلية قديمة يعتقد أن مقطعا آخر يشير إلى مسار وتعليمات للوصول إلى أورارتو وهو المكان الذي يعتقد أنه مكان هبوط السفينة العملاقة وفقا لقصائد بلادي ما بين النهرين القديمة تقع أورارتو المعروف أيضا باسم أرارات على قمة جبل في تركيا ويقال إنها استقرت هناك بعض الطوفان الذي دام 150 يوما الدكتور إيرفينغ فينكل خبير الكتابة المسمارية في المتحف البريطاني أوضح أن هذا هو وصف السفينة التي نظريا بناها النسخة البابلية من نوح وأضاف أن القصة كانت هي نفسها مشيرا إلى أن بقايا السفينة التاريخية يمكن رؤيتها في هذه الرحلة لا يزال الجدل قائما حول ما إذا كان جبل أرارات التركي المذكور في القصة البابلية موجودا أم لا مما يثير اهتمام الباحثين وعشاق التاريخ على حد سواء ترجمة نانسي قنقر